منطقة صناعية تحظى بإقبال العديد من المواطنين لإصلاح عجلاتهم والتبضع من المعامل الموجودة هنا نقف لنرى الإهمال الواضح والكم الكبير للنفايات والأنقاض بالوقت الذي تجبى منهم أموالا جراء الخدمات غير الفعلية على حد قول العمال الحرافيين في الحي الصناعي الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة تقوم بجباية أجور البلدية على واقع حمل النفايات من الأرض وتقوم بجباية الكهرباء والماء وأجور والواقع غير ذلك أضافة لذلك نعاني نحن من سنوات طويلة وتوقعنا من واقع أنه الحكومات الجديدة المتعاقبة أنه تكون في حي الصناعي عبارة عن شبكة مياه جوفية لتنقذنا من المياه الآسنة المخطط العمراني لهذه المنطقة الصناعية الذي يتواجد به مركز للشرطة والإطفاء ومساحة خضراء وخدمات أخرى يأتي دور البلدية باستغلال هذه المناطق وتحويلها إلى محال تجارية مما سبب مشاكل كبيرة من ناحية زخم العجلات أثناء تصليحها ومرورها كون الشارع لا يتسع إلا لعجلتين بالوقت الذي تأخذ البلدية من كل محل 300 ألف دينار دون خدمات تذكر هذه بالتخطيط العمراني بالتوزيع مع الحي الصناعي مركز شرطة مركز صحي وبانك ومركز ترفيه يعني خدمات للحي الصناعي هذا بشكل غير قانوني المعنيون في دائرة البلدية يضعون اللوم على المواطن برمي مخلفاته داخل المنطقة واستغلال الأراضي الخدمية هي لزيادة واردات البلدية وتحت قوانينها التي تطبق على الكاسب الذي يعمل طول اليوم لسد أجور الدولة وإيجار محالهم مجالات التنظيفات الحي الصناعي الحي الصناعي توجد حملات مكثفة من آليات ثقيلة شوفوا القلابات بالموقع الصناعي كذلك توجد كابسة عمال موجودة وتم توزيع بحدود أربعين حاوية نفايات موزعة بالمنطقة بس احنا هم نطلب من المحلات أن تساعد ويانا وكذلك احنا هم ماتين الجباية هم خلال فترة كورونا هم ماتين بحدود الست شرع تم إعفاءهم من الواردات التي تأتي من حدهم أما بالنسبة للأجارات ما للحي الصناعي يعني ثلاث فئات عدنا الفئة الأولى على قانون 20 هو استثمار صناعي هذا عدة تنمية صناعية لا يتم فسخ العقد ما التألا عن طريق التنمية الصناعية والفئة الثانية على قانون 30 لسنة 2000 اللي يخص الورش الصناعية اللي يتم تأجيرها خلال خمس سنوات وعدنا قانون لإيجار قانون 21 لسنة 2013 يتم عن طريق المزايدة العلنية المزايدة العلنية يتم إيجارها سنويا منطقة صناعية تهدم بناء التحتية وتوزع أراضي للاستثمار نهيك عن استغلال مساحاتها الخضراء والخدمية لإنشاء محال تجارية لمستثمرينا قناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلا ترجمة نانسي قنقر